يسعد مساكن مشاهديننا دايماً منختلف بوجهات النظر ولكن الاختلاف بعمره ما كان خلاف خلونا نشوف رأي الناس اليوم هل تراجعت لأعمال الكوميدي؟ برأيك هل تراجعت لأعمال الكوميدي؟ ما أحس عندنا كوميديا صراحة بالكويت كلش خصوصاً سنوات الأخيرة أحس كلك صارت نازة يعني أطنز على فلان وعلان علشان هم مفكرين كوميديا بس راحت الكوميديا مع عبدالحسين الله يرحمه تراجعت بسبب أنه ما في بساطة وما في جد بالموضوع مثل قبل تراجعت كثير كثير راحت رجالات الأول بسعد الفرج عبدالحسين عبدالربا الكثيرين عن نفيسي يعني أشياء كبيرة راحت عن الواحد يشتغلها تراجعت وايد يعني بالأول كانت بسيطة والأداء حلو ويعني نبسط فيه بالمسرحية الحين لا أكيد طبعاً ما باش في حاجة بتضحك زي زمان كل حاجة أقلب حتى الناس ما باش فيها خير زي الأول سمش هنا في الكويت لا في أي حتة في دلعالم يعني وايد لأن الكتاب صاروا كتاب بس المهم أنه يسوي مسنسل والممثلين صاروا بس أنه يقعد بس يطنز هذه الكوميديا هادفة الكوميديا لما كان الله يرحمها عبدالحسين والنفيسي الله يرحمهم وعلي المفيدي وسعد الفراء اللي يطول في عمره والنمش الله يرحمها كانت الكوميديا يعني لها طعم اشتركوا في القناة